نحيا دائما أضرار خلفتها العواصف الرعدية بالمناطق الفلاحية كبدت فلاحين خسائر مدية أكثر من ذلك تسبب البرد في إطلاف الأشجار المثمرة خاصة أشجار التفاح بأموزار كندر سعيد معواج جمسطفى الزاهري أوحنان بن جلون هنا بأموزار كندر وتحديدا بمنطقة ايتسبع تبدو الأمور للوهلة الأولى طبيعية فما إن تقترب من ضيعات التفاحة حتى تهتزل وقع الكارثة التي أحدثتها عواصف البرد التي أجهزت على ما يزيد عن 36% من الناتج العام من التفاحة والذي يعتبر المنتوج الأول بالمنطقة التفاح تقاس ومشأ بالذات ولأن اللي بقى فينا بقى في نفس الشجرة لأن الشجرة الآن جاي ما غاد يشتعطينا نفس الانتجي اللي غاد يشتعطينا أدلان وعندنا الدارة لأن اللي بورجون تقاسوا كلهم وهذا اللي بورجون ما غاد يشتعطيه العام جاي لفلوريزون وعندنا سوائر بزاف وعندنا بزاف ديال الكريدي وعندنا بزاف ديال المتابعات من الشركة ديالدوار وعرفين بأن نحت الدوار عندنا غالية فاكهة التفاح شاحبة على غير عادتها مترامية بجنبات الضيعات وتتساقط ألما على الأرض وهي ليست معدة للسوق هذه المرة بل للتخلص منها ومع ضياعها يضيع دخل أزيد من 1500 فلاحة يعتبر هذا المنتوج مصدرا لدخلهم هذه الكريتاة الطبيعية اللي هي الغريل اللي هي تبرولي هذه ضربت تقريبا من 50% ديال المساحة الإجمالية ديال المنطقة المنطقة فيها ربعانا في هكتار وده ضربت 2000 هكتار إذن الخسائر وصلت الـ 5 مليار سنتيم بالقعدة كما بمنطقة الحوض ومناطق أخرى بأي تسبع بي مزار كندر تبقى إمكانة الفلاحين محدودة من أجل وضع الشبك الواقية التي تتطلب أثمنة غالية وهو رجاء المنتجين البسطة